السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي الكرام السعيدة بلقاكم كيف العادة في فيديو جديد وفي وصفة جديدة مرحبا بكم في قناتكم مطباق عتقى وصفة اليوم اللي غادي نقطار عليكم بإذن الله عبارة عن بريوش اللي كي يجي بحل قطن بشكل مغاير ينقدرون كله بأنه بريوش عائلي كي يجي من أروع ما يكون غزال البنات اللذي 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 بزاف وأهم حاجة أنه كي يجي خفيف محل قطن بدون زبدة وما فيش البيض يعني مكوينة بسيطة جدا ولكن كنحصل على نتيجة اللي فعلا كتستاهل أنا نجربوه ونقدموه لذيوفنا وكذلك لأطفالنا عربا لكاتي الله نبدأ في استعراض المقادير مبادئ منهم الطريقة كنتمنى لكم دائما فرجة ممتعة غادي نحتاجه في المقادير كأس ديال الحليب اللي كي يكون دافئ نصف كأس ديال السكر نصف كأس ديال الزيت معنقة كبيرة ديال الخامير الخاصة بالخبز معنقة صغيرة ديال الملح ياغورت طبيعي يعني ياغورت بدون نكاعة وما فيش سكا ساشي واحد ديال فاني ساشي واحد ديال الخامير الكيموية و 500 جرام ديال الدقيقة الأبيض الدقيقة الفورس هي يتمنى واحد الكثباش نعملو بين مرحلة الأولى في واحد الاينا انا غنستعمل الروبو متوما ممكن تستعملوه وغير لاني القصرية وطريقة اللي تريحكم تستعملوه كنعمل فيه كأس ديال الحليب اللي كي يكون دافئ غنضيف عليه معلقة كبيرة ديال الخاميرة الخاصة بالخبز الخاميرة الجافة غنضيف عليه نصف كأس ديال السكر وصاشي ديال الفاني ممكن تستعملوا مونسهمة اللي توم بغيتو الحامض يعني قشورة الحامض القشور ديال البرتقال ممكن تعملو حبة حلوة ونافع اللي بغيتون تومه كنضيف كتالي كأس ديال الدقيقة يعني كأس نقصوه من نصف كئيرو ديال الدقيقة اللي كنا عبرنا وكننخلط بطرة باليداوي نحاول نخلط مزيان باش ميبقاش لنا هادوك الحبيبات ديال الدقيق ونحصو على واحد الخالط لي كي يكون منساجم ومن بعد غادي نغطي هادو الإناء ديالي بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليه تفاعل يعني هي كسبة اللينا الخاميرة تفاعلت مع المكونات اللي كنادفنا لها صافي نبدو يعني نضيف عليه دقيق وباقي المكونات من بعد ما كتتفاعل لي الخاميرة مع المكونات اللي كنادفنا لها غادي نضيف لها متى بقى من المكونات هذا هو الشكل يال خالط اللي كنحصل عليه كي يبن نبعد الفقاعة فوقصي سوف نخلط هاد المكونات ونضيف لها المكونات اللي كانت بقات لنا غادي نضيفوني صف كأس ديال الزيت الزيت النباتي مكونات بسيطة وعلاقة تشيف يعني هاد المكونات تقريبا كلنا كتكون عندنا في المنزل ديالنا تمنى نتجربوا هاد البريوش كي يجي غزال كنضيف كدلك الملح وياغورت طبيعي هالياغورت طبيعي هو كيعطيه واحد يعني يخفل هاد البريوش يعني من احسن نضيفه وركي يجي زوين بعد ما اضفت هاد المكونات غادي نحاول نخلطهم سويا تخلطهم بالطراب اليداوي او غير بالملعقة اللي كانت لديه طراب اليداوي غير بالملعقة تخلط باش كي ينساجم هاد المكونات وفي اخر مرحلة غادي نضيف ساشي واحد ديال الخامير الكيموية الوزن دياله 8 كرام وغادي نضيف متى بقه من الدقيق 400 كرام يعني في المجموعة عدنا 500 كرام ديال الدقيق بعد ما اضفت الدقيق غادي ندير هاد المكونات كل هاد تعجن في الروبون واللي عجناتها بديها را كتحولوا انكم تلكوا هاد العجين ان شاء الله غادي نوريكم القاوام دياله القاوام دياله ما يكونش خفيفة بزاف وما يكونش كذلك يعني العجينة متقطة يعني ما خاصش العجينات تكون قاسها تتكون كيف ما تنعرفو على البريوش كتكون العجينة دياله كتلسق في اليدين وما كتكونش خفيفة بزاف يعني ما تخلوهاش كون خفيفة بزاف إلا كانت خفيفة بزاف غادي تتعدبكم شوية بالخدمة من الأحسن يعني تكون بين وبين يعني غادي نوريكم القاوام دياله المناسب وهذا هو القاوام اللي خاصنا نحصله لي عجينة اللي كتكون كتلسق في اليدين وبكيف ما بل لكم راه هاد ضفت نصف كأس ديال الماء دافي بالضبط نحن نغطيها بلاستيك لغدائي ونخلوها ترتاح ونطلقوا باش نشكلوها بعد ما كيضاف لي الحزم ديال البريوش كي يجي على هاد الشكل نحن نضيف واحد القطيرة ديال الزيت ونحاول انا نخرج لهوال تكون فيها بعد نشكلوها الجوج ديال الكورات أنا وجدت هنا شوية ديالتقيق لاننا سنصرحوا بها رشيت شوية ديالتقيق في مكان ديال العمل وحاولت انا نحرب شوية هذا العجين بشكل طولي قسمتوا على جوج ديال الكورات اللي يكونوا متساوين حاولوا تجيبوهم قد قد يعني قد المستطاع لا قدرتوا تساعة تعملوا الميزان ممكن تستعملوا ما بغيتوش فقط عينكم ميزانكم كتحاولوا انكم تقطعوها الجزئ اللي كيكونوا متساوين في الحجم ديالهم بعد ما كان قطعو العجين نحاولو نشكلو كل كورة نحاولو انا نعطيوها شكل دائري اللي كيكون مقد بعد ما كان قطعو العجين بعد ما كان قطعو العجين ديال الجزئ الكورات سوف نحاولو ارتاح شوية لانه قد ما ارتحت لنا العجين لا تحاولوها شوية يعني غير شوية بعد ما كان قطعو العجين سوف نشكلوها وجدت هنا واحد اللطة اللي فرشتها في الورقة اللطة اللي تكون دائرية الشكل ونبدأو نسرحو الكورة الأولى كترشو المكان ديال العمل بشوية دقيق غير هو ما تكتروش دقيق قدر المستطع فقط يعني اذا كتلسق العجين ما كانت كتلسق العجين وكتكون سهلة انكم تسرحوها وما تحتاج دقيق من الاحسن انكم ما تكتروش لهذا الدقيق وكنحاول نسرحها بالمدلك ونعطيها شكل دائري قدر المستطع ولكن من الاحسن يعني تكون شادة واحد الشكل الدائري اللي كيكون مقد لانه الشكل راهو مهم مني كان كنوك نسرحو الكورة الأولى كيف ما تيبلكم الاصصة هذه العجين فوق عديلها هذا يعني بان العجين نراه نازح وعجين خفيف والعجين خاص يكون غليد ما يكون سرقي هذا هو السمك المناسب من بعد كنحاول انني نوضعها في اللطة اللي غادي ندخلها للفرن نحاول انني نعطيها ذاك الشكل الدائري اللي كانت عندها لطة دائري اللي كانت عندها لطة دائري اللي كانت عندها غير فقط تحاول انكم تقرسوها بطريقة اللي كانت تساوية وتعطينا شكل لذوين ومقعد من بعد ما قرست الكورة الأولى نحاول ان ندهن لوجه من الشوكولات فمن الأحسن يكون شوكولاتة خاصة لانه هي اللي ما تقصح لنا يعني هذا الوصفة يكون لدينا شوكولات الدهن وبالاستعانة بواحد الملعقة نحاول انني نسرح الشوكولات مزيان فوق من العجين نحاول فقط جوز سنتيم تقريبا يعني بين العجين والشوكولات باش ميسيح لنا شوكولات من بره البريوش نحاول ان نسرح الشوكولات مزيان وانتمنى انكم تجربوا هذا البريوش للأطفال لانه فيلان غدي يعجبهم وغدي يحمقهم لانه يجي لذي خاصة بهذا الشوكولات كي يعطي واحد ما تقرائه وكي يجي شوكولات كي يجي سيح من الداخل يعني ما يجي شوكولات قاسح وان شاء الله مني تجربوا غدي يعجبكم بزاف وغدي يعجب الطيف ديالكم وخاصة اطفالكم غدي نوضع السيينية على جانب ونبدو نسرح الكرة الثانية بنفس الطريقة اللي سرحنا بها الاولى دائما كتحاولوا تعطيوها شكل دائري كنحاول نقرس العجين اولا نسرح العجين ولكن كنحاولوا ان العجين ما نرقوهاش بزاف كذلك ما تكتروش نطقيق بزاف وانتو ما كتصرحوا في العجين ومبعد ما سرحت العجين غدي نعمله فوق من العجين الاول ونحاول اننا نقعد فوق من العجين مزيان كيف ماتيبه لكم هاد الكرة ثانية كبيرة شوية يعني ما قادلش العبار مزيان يعني كتحاولوا تعطي العبار من الاول باش ما تجيكم بوحدة كبيرة ووحدة صغيرة لكن ماشي مشكل غدي نقطعوها هادوك الزوائد بالقطعة ديالبيتزا يعني ما غديش نخسروا فيهم حتى هم ما غادت جمعوهم وتحاولوا انكم تعملوهم على شكل غريصة وكتعمروها بشكلات اولا تخليوها كيف مائية يعني كتعملوها غريصة لكتكون صغيرة منفادة هذا هو شكل العجين خاصة يكون العجين الاول على العجين الثاني يعني يكونوا قد قد يكونوا بحالة الزوائد كيف مائية لكم ما غديش نرميهم هادي نحاول انني نشكلهم على شكل كورا ونعملوهم غريصة صغيرة بحالك يعني ما غديش نضيعوها نهائيا تحزم ومباشراتا غديش نقطعو البريوش ديالنا في المرحلة الاول غنيش نقطعو على 4 اجزاء ومن بعد غنيش نقطعو كل جزء على جوج يعني غير باش يجينا البريوش ديالنا لمثلثات كل هم قاعدين كيف مواضح طريقة ديال البريوش سهلة جدا وصراحة كي خرجنا بريوش عائلي للمنظر ديالوزوين وكنبتلو شوية على البريوش اللي موال فيه كان عملوه وان شاء الله يعجبكم وتجربوه لانه كي يستحق تشريبة فعلا كي يجيزوين وبنين واهم حاجة انه كي يجيبها لقد نخفيف بعد ما قطعت البريوش ديالي غادي نعملوه في الصيني غادي ندخلوها للفرن وكما رحلة اولى غادي ندهنوه غادي ندهنوه بشيادية صفر البيض اللي خففته بشيادية الحليب وضفت عليه القواة سريع الدوابن غادي ندهنوه قبل ما يخمر بعد ما يخمر غادي ندهنوه غادي ندهنوه مرة اخرى كي يقوم بشياد ذهنوه بعد ما ذهنت البريوش ديالي يعني الدهنوه الأولى غادي ندهنوه قبل ندهنوه ندخل بريوش ديالي ونطلقه من بعد ما يطعب من بعد ما كتب لنا البريوش يأتي على هات الشكل كيف ما تيب عليكم كيأخذ اللون محمر يأتي صراحة غزال ورائع جدا تقدموه بصحة وراحة كلمسة اخيرة سندهنه بشوية ديال الناباج مع القادية الناباج كندفيوها شوية او لا ممكن تستعملوا كذلك لسلح تهوة تقدروا تستعملوه الى كان عندكم ناس لتقال بثاف تدفيوه شوية وكدهنه به الوجه ديال البريوش هتنكمل الدهن ديال البريوش مبعد غادي نوريكم شكل نهائي ديالو باش نشوفوا البريوش ديالنا كيفاش كيأتي من الداخل وصلنا مشاهدي الكرام لنهاية هذا الفيديو كنتمنى فعلا الوصفة ديال اليوم تكون لتعجبكم واستحسانكم الوصفة ديال اليوم اللي قدمت لكم عبارة عن بريوش اللي كيكون رائع جدا شيش خفيف بحل قطن بدون زبدة وما فيش لبيض يعني واحد البريوش اللي تقدروا تقدموه والضيف ديالكم وانتوما يعني مرتاحين وغادي يحمر لكم وجهكم غادي نقطع لكم واحد لموثلة او الا واحد الجزء فاشوفوا كيفاش كيأتي من الداخل كيأتي بحل قطن وفعلا نزربته وغادي يعجبكم وغادي زربوه مرة وجوج وان شاء الله يعجبكم يعني نبتلوه شوية على البريوش اللي كنعملوه يعني كفي المعتاد هذا بريوش عائلي بحزم عائلي ولكن فعلا كيأتي بنين وكذلك كيجي خفيف بحل قطن لم ينساش في اخير هذا الفيديو نذكركم لأول مرة كيزو القناة من ينساش اشترك في القناة وكذلك كيفاعل الجرس باشي وصلوك بالجديد لايك الفيديو لعجبكم اللي عنده اي سؤال يخلي ليه في التعليق ان شاء الله غادي نجاوبوا كانت من لكم تمام الصحة والعافية وكنشكركم على حسن المتابعة انتلقوا بإذن الله في الفيديو القادم الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة